يبقى شهر رمضان المبارك أحسن الشهر بالنسبة لنا وتبقى الفرحة بقدومه تتجدد كل عام ونراه فرصة لتضخير أرواحنا والسموبها وكأنه هدية من الله لنا لنجدد علاقتنا به وبأنفسنا وكذلك بمن حولنا فيستغل المسلمون هذا الشهر الفضيل بالصيام والصلاة وقراءة القرآن والذكر والإكثار من الأعمال الصالحة والصدقات وكذلك أيضا الفعاليات الاجتماعية التي تتعدد من خلال الزيارات بين الأهل والأصدقاء ويجتمع لمشاهدة المسلسلات والحلقات الخاصة بنمضان فتكون ليالي هذا الشهر عامرة بالمحبة والجمال غير أن هناك عادات خاطئة قد تعكر صف وجمال هذا الشهر بأيامه ولياليه فيتصرف بعضهم بقصد أو بدون قصد بتصرفات تفسد فرحة هذا الشهر وتنعكس سلبا عليه وعلى أسرته اليوم سنتحدث عن بعض هذه العادات الخاطئة التي يمارسها الناس في شهر رمضان وكيفية التخلص منها أو حتى التقليل منها لتجنب الشعور بالندم على ضياع أثمن الأوقات في أنقى الشهور مع استشاري العلاقات الأسرية الدكتور ياسر شلبي أهلا وسهلا بكم ومشاهدين الكرام رمضان مبارك ومقدمين الله يباري فيكم نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ومشاهدين الكرام شهر رمضان شهر الخيرات والبركات آمين يا رب طيب إحنا الآن مع بداية هذا الشهر الكريم عادة نستقبل في رمضان أن الشباب في اليمن يخرجوا ويشعلوا الإطارات وإحنا نسميها التوايرة والإطارات للسيارات وكمان نستخدم الألعاب النارية ويتم استقبال رمضان للأسف بطريقة يعني ممكن نقول أنه يتعرضوا لحوادث أحيانا فبرأيك أستاذ يعني ما هي الطريقة الأمثل لإستقبال هذا الشهر الكريم نعم الجميع يترقب الشهر رمضان الصغير والكبير والكل ينتظر هذا الحبيب الذي يزورنا في العام كل مرة في العام في شهر واحد وهذا حال أهل الإيمان الذين يسرون بهذا الشهر الكريم وينتظرونه وينتظرون قدومه لكن عندما نقول أنه هذا الشهر ننتظره وننتظر استقباله وقدومه يجب أن نستقبله بالطريقة التي تليق به وليس بالطريقة التي هي ممكن أن تسبب لنا ولأبنائنا بعض المشكلات بعض الأسر ربت أبنائها على هذا الاستقبال من خلال الفرحة بطريقة عشوائية من خلال كما ذكرت إشعال بعض إطارات السيارات وغيرها مفرقعات ثم لا نلبس أن نسمع كل عام بعدد من حالات الاختناق في أول شهر رمضان لدى من لديهم أمراض الربو أو اختناق بعض الأطفال أو أيضا احتراق بعض الأطفال يعني كم من أسر فقدت أولادها في هذا اليوم بسبب الألعاب النارية وما يتعلق بها من الاستقبال خاطئ من حقنا أن نستقبل رمضان وأن نفرح بهذا الاستقبال لكن بالطرق الصحيحة والسليمة من الطرق التي ممكن أن نستقبلها وأن نشيع فيها يعني نشعر الأولاد بالفرحة بتعليق فوانيس رمضان بتزين المنزل في خدوم رمضان بجلسة عائلية مع الأبناء بأنه الآن شهر رمضان أقبل ما هي خططنا في شهر رمضان أن نعمل نوع من الزينة وأيضا نوع من الرسائل التي نرسلها للآخرين في استقبال رمضان بالتهنئة في قدوم رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه جاءكم شهر رمضان شهر الخير والبركة شهر تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب الجهنم وتصفد فيه الشياطين فكان يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فالاستقبال يكون بالتهيئة النفس والفرحة في هذا الشهر وليس في المظاهر التي ممكن أن تفسد تلك الفرحة إذن دكتور ياسر نسأل الله السلامة للجميع ونتمنى أنه هذه الأشياء اللي بيفعلوها اللي بتضر تخف والناس يعرفوا أنه شهر رمضان هذا شهر الفرحة من دون أي إصابات طيب دكتور ياسر ماذا عن العادة السيئة التي تكاد تكون مشتركة بين جميع الدول العربية اللي هي الإفراط بشراء الأكل بداية من قبل رمضان وإلى حتى خلال شهر رمضان المبالغة بتحضير الأكل وكأنه شهر رمضان أصبح فقط مرتبط بالأكل وليس بالعبادات وروحانية هذا الشهر نعم شهر رمضان هو شهر الصيام لا شهر الطعام والتخمة لكن أصبح مرتبط في حس الناس أنه هذا الشهر هو شهر الطعام والتسوق قبل رمضان من أنه ننزل إلى السوق لاستعداد لشهر رمضان وأن نملئ الثلاجات بالطعام وأن نخزن الطعام من أجل هذا الشهر فارتبط بالزهن أنه إذا كان أنا ما عديد ذلك لم أكن مستعد لشهر رمضان وإذا لم نكثر من الطعام على موائد الإفطار لم نكن نعد أنفسنا لشهر رمضان وكأنه شهر رمضان هو شهر الأكل وملء البطون وإعداد الموائد من أجل ذلك وهذه عادة استشرت في المجتمع العربي والإسلامي في شهر رمضان بأنه نحن نصرف العديد من الأموال لشراء تلك الأطعمة ثم يكون مصير كثير من تلك الأطعمة إلى حاويات النفايات بدلا من أن يكون شهر رمضان هو شهر ضبط نفس عن الإسراف ضبط نفس عن الشراء مالا لأمور التي لا نحتاجها الشعور في حاجة الفقراء والمساكين هذا هو الغرض من أحد أحداث شهر رمضان أن نشعر بحاجات الآخرين تكافل اجتماعي أن يكون هناك تكافل اجتماعي لا أن نصرف في المآكل والمشارب المشكلة أنه أصبح الآن في ذهننا أنه يجب أن تكون سفرة رمضان مليئة بأنواع الأطعمة والأشربة وإذا لم يكن هناك السنبوسة وأن لم يكن هناك العصير الفيمتو والعصائر المعينة لا نشعر بأننا صمنا في شهر رمضان ارتبطت في ذهننا وهذه هي النفسية أصبحت موجودة في دواخلنا أنه لا بد أن نجدها وإذا لم نجدها تحدث هناك زوبعة من المشكلات في البيت وينزعج الزوج وينزعج الأولاد لماذا لم يوجد هذا الصنف من الطعام الذي مرتبط في ذهننا في شهر رمضان نحن بحاجة إلى نوع من التجديد شهر رمضان هو تجديد للعادات لدى الإنسان لنجعل رمضان هذا أيضا نجدد فيه عن أشهر رمضان السابقة بدلا من أن نصرف في رمضان أن يكون لدينا قائمة معتدلة في مشتريات رمضان وليست قائمة فيها زيادة من مشتريات رمضان وأن يكون شهر رمضان ليس فيه زيادة مشتريات بالعكس أن نحن نتعود التقنين المصاريف خصوصا نحن مقبلين على كما يقال الآن مرحلة فيها نوع من الضغط العالمي على الغذاء نتعلم من شهر رمضان كيف نرتب أنفسنا بدلا من أن نزيد تلك المصروفات في هذا الشهر صحيح فعلا على فكرة في دراسة تقول حول اليمن ودول الخليج أن مصروفات رمضان أو احتياجات رمضان تزيد بنسبة 50% على الاستهلاك طوال السنة ففعلا هناك إهدار كبير للطعام وتخزين بشكل كبير على الطعام وبما أننا نتكلم على الطعام المرأة هي من تقوم بهذا الجنب في الأسرة ويعني تقضي ساعات طويلة داخل المطبخ لكن نجد أحيانا بعض الرجال يعني يجلسوا في البيت للنوم أحيانا ولا يكون هناك نوع من التعاون داخل البيت ونعتبر هذا نوع من السلوكيات الغير جيدة يعني رمضان هو شهر التكافل والتراحم لكن للأسف لا يكون هناك تعاون بين الأسرة أو بين أفراد الأسرة نعم هي أيضا من المفاهيم الخاطئة الموجودة لدى الرجال أو بعض أفراد الأسرة أن الرجل يجلس لقراءة القرآن أو كما ذكرت للنوم بعض الأحيان صحيح فيقرأ القرآن ويختم الختمات ويريد هو في النهاية عندما يأتي وقت الفطور أن تكون المرأة قد قضت جميع وقتها في إعداد الطعام يعني تصفو المرأة وهنا كان مشكلة في السهر ممكن نتحدث عنها بعد ذلك تصفو على الظهر أو بعد الظهر لتبدأ مشوارها في إعداد الطعام لساعات طويلة لساعات طويلة لأنها تحتاج أن تعد أكثر من صنف من الطعام ثم بعد ذلك تأتي في الليل لغسل الصحون وإعداد أيضا العشاء ثم إعداد السحور وكأن شهر رمضان هو حكم عليها أن تقضي شهر المطبخ وشهر الجلوس بين الصحون والطعام بالنسبة للمرأة طب أليست هي أيضا صائمة؟ ألا تحتاج أن تقرأ القرآن؟ أين المفهوم بالنسبة للأزواج؟ أنه أنا إذا قرأت الزوجة وفرغت لها جزء من وقتها لقراءة القرآن أكسب أيضا أنا الحسنات يعني ليس فقط أكسب الحسنات بعدد الختمات إذا أنا وفرت الوقت للزوجة أن تقرأ القرآن أكون أيضا كسبت حسنات لأنه هي بحاجة لهذه العبادة وبحاجة للشعور برمضان بأنه شهر عبادة وليس شهر عبئ على المرأة فنحتاج أن نغير تلك المفاهيم عند الأزواج وعند الزوجات الزوجة أن تطالب بحقها أنه لي حق في رمضان أن أعبد الله عز وجل أن أذكر الله عز وجل أن أقرأ القرآن أن أعد لا بأس بأن تعد وهذا دور طبيعي أنه هي المرأة هي التي تعد الطعام وتجهز الطعام لكن لا نكلف المرأة بإعداد أصناف كثيرة تثقل كاهلها وتشغلها عن عبادتها وأيضا ما المانع أن يكون هناك نوع من التعاون من أفراد الأسرة في إعداد بعض الأمور متعلقة في البيت مساعدة التنظيف نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله عندما سألت عائشة سئلت عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كانت في مهنة أهله كان يقطع اللحم وكان ينظف وكان يفعل صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر ذلك نوع من الإهانة بالنسبة له بالعكس هو من كمال التعامل الأسري أن يكون هناك تعاون ونأتي أنه شهر رمضان هو شهر الرحمة شهر التراحم فيما بيننا وليس شهر تكليف شخص وإدعاب هذا الشخص على حساب الأطراف الأخرى صحيح دكتور رافي عندنا في اليمن قملة مشهورة جدا يقول لك لا تحاكي أو لا تكلم صائم بعد العصر عندنا مش عارفة هذا في كل الدول العربية بعد العصر للأسف الصائمين يتصبح عندهم نزعة عصبية غير طبيعية ويصبحوا يعني قليلين الصبر وهل يعني لش هذي لش هذي الفكرة رسخت وهل من المنطقي أنه الصائم مثلاً يكون عنده هذا الشيء أو كيف يحافظ الصائم على ضبط نفسه علشان يعني ما يروح صيامه في هذه التصرفات السيئة نعم هي أيضاً من الحيلة النفسية الموجودة لدى عدد من الأشخاص أنه في نهار رمضان يصبح لديه نوع من الترهل ونوع من التعب والإرهاق فيشعر بهذا التعب وبناء على هذا التعب والإرهاق ينزعج من أي كلام معه من الآخرين مع أنه في خارج رمضان قد يكون يبدل جهد أكثر من هذا الجهد وخد يكون يعني لم يأكل ولم يشرب لأنه لا يوجد لديه وقت للطعام أو الشراب وهو في كامل نشاطه ولا يشكو من هذا الضيق أو هذا الإنزعاج لكن مع رمضان ارتسخت في أذهان البعض أنه يكون متعب وأنه جائع فيبدأ يعيش بطريقة كأنه يعيش بين الجنائز فيرخي نفسه ويتظاهر بالضعف والتعب والإنزعاج من أي كلام فهذا تصور خاطئ موجود لدينا يجب أن ننهي هذا الأمر وأن نمتثل أخلاقيات شهر الصيام أخلاقيات شهر الصيام أن نتعلم الصبر وأن ندرب أنفسنا على الصبر وليس على الإنزعاج قد يكون هناك في نوع من أجوع عند الرجال يسبب نوع أحيانا من الإنزعاج لكن أنا المطلوب مني أن أتعلم كيف أصبر كيف أضبط نفسي شهر رمضان هو شهر التدريب على العادات الجيدة يعني علماء النفس يقولون أن تكرار عادة بين من 6 مرات إلى 20 مرة تصبح بعد ذلك جزء من حياة الإنسان طب في رمضان نحن نكرر الصيام بين 29 يوم إلى 30 يوم هذا التكرار لتلك العادات الإيجابية إذا صرفنا في تكرير عادات إيجابية وليس التصورات سلبية سوف تصبح جزء من عاداتنا حتى بعد شهر رمضان فأنا أريد أن أملك نفسي عن الغضب وأن أخذ بوسية النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سابه أحد أو خاصه ما هو أحد فليقول أني صائم فيذكر نفسه بمعاني الصيام معنى الصيام هو الرحمة معنى الصيام هو ضبط النفس عن المحرمات أن الصيام هو ضبط النفس عن الإساءة للآخرين ضبط اللسان وليس هو صيام طعام عن الأكل والشرب وأنه هو أيضا صيام عن الكلام السيئ صيام عن الإزعاج الآخرين صيام عن الانفعالات الخاطئة فهو يدرب النفس على ضبط تلك الانفعالات الموجودة لدى الإنسان طيب دكتور ياسر إحنا الآن في رمضان تعرف أنه جدول النوم يختلف تماما في رمضان بسبب المسلسلات أحيانا وأحيانا بسبب اختلاف مواعيد الصلاة وما إلى ذلك لكن للأسف في أشخاص يتتغير حياتهم بالكامل يعني يصبح نهار وليل وليل ونهار ما هي الخطوات برأيك اللي ممكن تحول رمضان إلى شهر يعني شهر الإيجابية شهر مثالي لأنه يصبح الصيام فيه مثال على تهذيب النفس طبعا شهر رمضان من الحكم الموجودة فيه اللي هو تنظيم الوقت فنصوم فيه وقت معين ونفطر فيه وقت معين وما يجوز لنا أن نقدم شيء قبل الوقت يعني لو فطر الواحد قبل الآذان المغرب بدقيقة واحدة أفسد صيامه كله لما يعطينا إلى أهمية الوقت وهو الدرس لنا في عامل الوقت وتنظيمه المشكلة أننا نحن نتعامل مع رمضان بهدر أوقاته فالكثير يصوم نهار رمضان ثم يأتي في المساء وما كسبه من حسنات يضيعه في متابعة المسلسلات أو متابعة المواقع الموجودة على الإنترنت وهنا وهنا فيصرف جزء من وقته بشكل كبير جدا في هدر الوقت وحتى البعض أنه يظن أن نهار رمضان لقراءة القرآن وفي ليل رمضان ليس وقت لقراءة القرآن وإنما نصلي التراويح وبعد ذلك نلهو ونمرح ونفعا ما نشاء ونسهر طول الليل ثم يأتي النهار لينام طب من نام هل هو فعلا نام معظم النهار هل هو فعلا صام وأخذ أجر الصيام هل هو المفترض أن يعود نفسه على الصدر ويعكون فيه العمل لم يكن فيه زمن الصحابة ولا زمن الأمة بالسابق أن يكون شهر رمضان هو شهر الخمول أو الكسل بل كان كما هو معروف أن الشهر حتى لانتصارات المسلمين فكان هذا الشهر هو بذل وعطاء وحركة وشعور بالآخرين عندما أنام أنا لم أشعر بما يتعلق في شهر رمضان من حكم وجوانب تعود النفس عليها نحن نحتاج أنه أن يكون لدي وقت على أقل ما يكون أنه نحن يكون برنامج بعد الفجر أن يكون وقت لقراءة القرآن ثم إذا أردت أن أنملي ساعة ساعتين في النهار لا بأس لكن لا بد أن يكون النوم جزء من الليل أن يكون نوم وراحة للتقوي على طاعة الله عز وجل نحن السهر اللي نسهره في الليل يؤدي إلى خمول الجسم وتعب الجسم وإرهاق الجسم ومن أجل ذلك تجد الشخص يغضب أو ينزعج لأنه لم يأخذ حقه من النوم ساعة واحدة قبل منتصف الليل تعادل عدة ساعات بعد منتصف الليل من النوم ساعة واحدة في الليل تعادل عدة ساعات في النهار من النوم فهذا السهر اللي نحن نسهره يعطينا نوع من الخمول والكسل في النهار فلا نصوم النهار رمضان بشكل جيد وفي الليل نقوم على أمور خاطئة ممكن أن تكون تضيع لنا أجل رمضان فنحن نحتاج أن نرتب نهار رمضان بأن يكون لدينا أوقات للعبادات من بعد الفجر ليس الوقت للنوم وإنما هو للعبادة ثم ممكن أن يكون في ساعة للقيلولة للراحة ثم بعد ذلك أن يكون قضاء وقت حتى في العمل وليس هو إجازة شهر رمضان ليس إجازة أن نترك الأعمال من أجل أن نصوم شهر رمضان بل هو شهر بذل وعطاء وعمل وتفقد أحوال المسلمين تفقد أحوال الضعفاء تفقد أحوال حتى صلة الرحم يعني شهر رمضان هو شهر صلة الرحم تجديد العلاقات الأسرية تجديد العلاقات التي قطعت قبل رمضان نجددها فتحتاج أن نفكر بهذا الأمر لا أن نفكر بكيف نقضي نهار رمضان بالنوم حتى لا نشعر بالصوم ونقضي ليله بالمرح وله حتى نرفع عن أنفسنا وبذلك نكون نحن حرمنا أنفسنا حرمنا أنفسنا من بركات هذا الشهر الكريم فعلا هذا الشهر يتجلى علينا دائما بالخير والبركة وبالأخلاقيات وبالأخص التكافل الاجتماعي التراحم هذه كلها نتمنى أن نشوفها على أنفسنا أولا ونطبقها في هذا الشهر الفضيل عشان تدوم معنا طوال السنة يعني فعلا هذا الشهر يهذبنا للعام بكله شكرا لك دكتور ياسر شلبي على هذه المعلومات والنصائح الجميلة بخصوص هذا الشهر الكريم ونسأل الله أنه يبلغنا ويوصلنا لهذا الشهر بخير وبسلامة لكل الشعوب العربية بإذن الله شكرا للمشاهدة